ده بتاعتك صعبة. هقول لك حاجة. قل لي. كل الناس زي وقت بتتكلم وانا عارف ان انت مش عارف هتقول ايف ده. انا معك او. على ان فيتوريا يمشي. تمام. حلو. مشي. مدير فني مصر. مشي. اختيار والكل بيجمع على ان حسام حسن هو صاحب هذه المرحلة. تمام. حسام حسن بالامكانات اللي موجودة كالعابين. مايمشيش ما يزوقش لغاية لما يطلع لنا جيل مسلا كويس. هقولك ما يزوقش يعني يزوق شوية يعني لغاية لما الجيل يطلع. نعم مش كده. احنا ب بس بص وقالك حاجة عشان ما انا دايما ببقى حساس جدا في الكلام على المدربين. لان انا يعني يعني زمايلك. فانت عشان تتكلم عليه هيبقى كلام حساس جدا بالنسبالي. ولكن. انا مش عايز حد يدخل. ويصطدم. مم. باللعيبة. او او الواقع. لان الواقع صعب. لان الادوات اللي معك. مم. ادوات مش افضل حاجة. مشي. انا بس انت معك. صلاح. ترزيجي. اه مرموش. محام عبد المنعم. ايه يا سر إبراهيم. اه اني لو جاهز. اه جاهز. يعني انا بقول لك فيه العيبة يا قريدي. كامل العيب. قول لاني. تبا انا هسألك سؤال تاني. يعني النهاردة اللي ما اجي اختار المحترفين. عندك محترف ما بيجيش. كله بيجي. ده معناها ان انت برضو بتختارها من مكان دايق جدا. انا عايز اختار يا فاروق. عايز اختار. خمستاشر محترف. او 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 عشرين محترف. وفيه ربعين بر. تانيين. اه. اللي هو الماتيريا اللي الافضل منهم. كل مركز فيه اتنين ثلاثة. او انا بختار الاحسن منهم. انما النهاردة انا بجيبي الخمسة ستة اللي معاي. صح كده. تمام. ولو مش في حالتهم. عندي مشكلة. صلاحة صاب. عمل لك مشكلة. اه. والناس بدأت تهدموا. دي احنا الناس يبقى لما صلاحة صاب المتخب لها بأفضل. مش ده تقال? لا احنا في مصر هنقول كل حاجة. احنا بنقول على حسب الموقف عبوسة فاروق. احنا مشكلتنا الاساسية سواء ممهور او ناس في كل المجالات. ان احنا دايما بناخد اللقطة حال ما حدش بياخد اساسها من البداية. احنا عندنا اساس بداية. احنا عندنا مشكلة ان احنا هيحصل عندنا ان احنا ما عندناش لعيبة تانية طلعت زوء في الانتخب مصدر. دي ما ارجع للسؤال اللي انا سألت. يلا. الخاص بالكابتن حسام حسن. في مدرب برضو ممكن يطلع امكنات مش موجودة. مش موجودة عند اللعيب مش حاسس بيها. هو يطلح. تمام. قال حسام حسن كمدير فني. ومدير فني نجم كبير في كرة القدم قبل كده. وإلى حد ما اشتغل في اعتقد في عنده كتير. تمام. وعنده صفات معينة ممكن البعض بيقولك هو ده توقيته. تمام. حسن مقدرش يطلع من وجهة نظر مين اللي ده توقيته. كل المحللين والخبراء والجماهير في مصد. تمام. نجر. 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 انت من وجهة نظر. ما انا بقولك نجر. بص. الكورة. الكورة دلوقتي ملاش علاقة بزمان. لعيبة دلوقتي ملاش علاقة بزمان. اكيد. العقلية حاليا ملاش علاقة بزمان. اللعيبة النهاردة اللي انت بتقول انا عايز معي. حد يبقى بيعنفه او بي. مش هتلاقيه اصل. بيطلع الروح العالية منه. لا انت مش هتطلع الروح. انت هيقع منك مش هيكمل معك اصل. انت قذك دماغي اللعيب. طبعا. انت النهاء ما هو. الجيل اللي بعدي مش زي. ولا انا شبه الجيل اللي قابلي. اللي اجيال بتختلف. لان احنا فاروق ده احنا في البيت اللي هو في بيتك مع ابنك اللي هو فرق اجيال. فرق اجيال. بتتصطدم بيه. ازاي بتعمل ده يا ابن. انت بتعمل. او حاجة بسيطة جدا. انه الناس بيسمعه اغنية. ايه ابن اللي انت بتسمعه ده. لان انا متربع على حاجة تانية. صحيح. فرق ده لازم تعيشه. لو انت ما عيشتوش هتصطدم بيه. صح كده. لان احنا انا مفروض نيجي في وقت ملا وقت بصاحب ابنك. بتبقاش انت يا بابا. بتبقى صاحبه. يعني ايه صاحبه. تبقى معاه ما بتعنفوش ما. تفاهم اناقصه دي. احنا هنا في الكورة نفس الكلام. في توقيت اللعيب ده. ال لو قرصنا على اللعيبة هنطلع. لها مش هتطلع منهم حاجة. انا بقول لك مش هتطلع منهم حاجة. اللعبة اللي موجودة النوعية. في الدور الممتاز دلوقتي. لو قرصت عليهم مش هتطلع منهم حاجة. بالعكس. قفلت علي يا ربا الصراحة. انت قفلت علي. ليه? ايه طيب. انا لغاية لما اطلع لي النوع اللي انت بتتكلم عليه ده. ما انت تشتغل بقى. انت مش غير عليه. ايه مع منتخب مصر اللي عنده. دلوقتي. فيتوريا تكمل طيب اصدك؟ لا 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 اعني. نغ لا لا. خلاص ياه. عشان الموضوع بقى. يعني البطولة كانت شكلة وحشة جدا جدا. وردود افعاله. بقول لك حاجة ممكن اخسر. معديش مشكلة اخسر. بس على اللي الفرقة تبقى شكلها بتقدي او في حاجة بتتعمل. انا محسيتش انه في حاجة بتعمل. او شكل او جملة او 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 ردود افعال. مهمة جدا تاخد ردود افعال موديل الفني في مواقف صعبة. بتبين. اصدك في المؤتمرات الصحفية. لا في الماتش نفس واشا غير. في الماتش اه. سيبك اصدك في مؤتمرات الصحفية دي. في حاجة عنده لاباقة وبعرف يتكلم فعال ما بيعرفه. دي موهبة. انما الخضة بتاعتك وانت واقف. يعني عايز تعرف مدود الفني. وماتش شغال او تتفرج على ردود افعال. اصدك افعال في النقطة دي مبارا. ردود افعاله عاملة ازاي. تغييره. شكل الفريق. شكل الفريق عامل ايه. تغير. شكل الفريق عامل ايه. انت لما بتتحرج على هو بيبان. يعني اي انت لو انت مزيع بحد يقولك كلمة دايقتك بيبان عليك. هي نفس فكرة وانت في الملعب. لما بتتخض من موقف بيبان علي وشك ان انت مغدود. لو اللعيب حسب ده. مشكلة كبيرة جدا. اللعيب ولو وصله احساس ان المدير الفني الان كارثة. لازم دايما اللعيب حسب ان انت مش فارق معاك. يلا هتيجي. يلا اللي بعده. يلا ما فيش مشكلة. يلا هو عنده دي فيها خلال. يلا هو عنده فعلا كده لما الجول فينا دخل الجول الان يجول يا ربي فونت مكشي يا جماعة. فكرني انت ده ده. لما ده. لما ده. اعادوا ولا ولا اعادوا مصر منبيل كده. انت عندك حداشر لعيب في الملعب. صح؟ التوجهات مش شبه بعض. التوجهات لللعيب مش شبه بعض. يعني فيه لعيب. انا فاروق لو كلمت بطريقة حلوة. او طريقة معينة هاخد منه اعلى حاجة. في لعيب تاني لازم ما ينفعش كلمة كده هيقفش هيقفش منك. وهل انت من من المؤيدين ان عادي انا ممكن كمدرب مدرب تأندية فقط. ادرب منتخبات عادي. اه عادي طب. يعني هو بالنسبة له. لازم تنتخد النقطة دي بذاتك. لا لا بس يعني لا انا شايفها مش مش. ما دربش في افريقيا مثلا. ولا ده ولا ده.